فأنا أختم لكم بمشهد عشته قبل يومين دي والله يا أحبابي أحدث لي صدمة وأنا فاتح المصحف إني وقفت مشدوه وأنا أقرأ هذه الآية التي لا تساق لنا إلا في بيان الإعجاز العلمي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة بنطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وأنا مستغرق مع هذه الأطوار التي تحكي هذه المرحلة القصيرة تكون الجنين ثم تجوزت الآية ثم إنكم بعد ذلك لميتون انتقى الانتقال سريع بعد كل هذا التكوين ثم إنكم بعد ذلك لميتون طيب وين الحياة؟ تجاوزها كأنما هذه الحياة هو مضغة لحظة شيء قليل ما هو ما بين الموت القديم والموت القادم وحياة القلود شيء أقل من أن يذكر بعد كل هذا التفصيل في التطوار الكون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوما قيامة يجب من تكون